موسيقى 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 معنا اليوم الدكتور إيمان راشد أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك ممكن حضرتك تعرفين من نفسك؟ أنا دكتورة إيمان راشد زكي أستاذ مساعد قلب وأواعدة موية بقليد طب بنات الأزهر وعد مجلس إدارة شعبة أمراض القلب عند السيدات بجمعية القلب المصرية أهلا بحضرتك يا دكتور دكتور حضرتك أول مرة معنا في المؤتمر الثانيدي؟ أول مرة حضرتك لاحظتي حاجة معانة في المؤتمر؟ يعني صراحة التنظيم كويس جدا والمحاضرات كلها ما شاء الله ممتازة وعلى أعلى مستوى أحدث حاجة يعني مؤتمر كويس جدا دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك إيه هي أعراض القلب عند السيدات وبتختلف عن الرجال ولا لا؟ هي أمراض القلب عند السيدات هي سيدات أكثر عرضة والأزمات القلبية غير المرتبطة بألام الصدر عنها على الرجال يعني الرجال ممكن يبقوا موجود يعني جلهم أعراض ألام في الصدر وبتكون حادة تماما النساء ممكن يختلف في الوضع عن الرجال وده ممكن يعني بيرجع لوجود عوامل كتيرا منها أن أمراض القلب أو أمراض الشرايين التاجية عند السيدات بيبقى على مستوى الشرايين التاجية الدقيقة أكثر من الشرايين الرئيسية فبالتالي سيدات ممكن يجي لها ألام في الصدر بس بتبقى بسيطة كديقة في التنفس أو ضغط على الصدر أو ممكن يبقى ألام في الرقبة أو ألام في الفكين ألام في الظهر ممكن نقيق وغسيان ممكن عدم الرسياح في الهضم ممكن نوبات من الدوار والدوخة أو التعرق الشديد ممكن يجي لها الأزمات القلبية دي أثناء الروحة مش لازم أثناء المجهود ممكن أثناء النوم وده زي ما قلت لحضرتك لوجود عوامل كتير جدا موجودة في الرجال والسيدات بالإضافة إلى العوامل يعني عوامل خطورة غير تقليدية موجودة في السيدات يعني مثلا الدقيق السكري في الدراسات أثبتت إن السيدات اللي هما المصابين بالدق السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو المدخنين أكثر عرضة للأزمات القلبية من الرجال المدخنين أو اللي عندهم دق السكري أو اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم أكثر عرضة السيدات بتبقى أكثر وخصوصا إن السيدات عندهم عوامل تانية أخرى مش تقليدية تزيد من نسبة الخطورة زي الاكتئاب زيادة الوزن الاكتئاب ده بيخلي السيدات نسبة الخمول عندهم تزيد فالوزن بيزيد فبيقل اللي هي نمط الحقيقة عندهم بيبقى نمط غير صحي بيزود نسبة الخطورة بأمراض أو بالأزمات القلبية والنمط القلبية عند السيدات بالإضافة للحمل ومضعفاته أو متلازمة القلب المنكسر اللي بتحصل لما السيدات تتعرض لضغط عصبي شديد أو ضغط نفسي فبيحصل لهم زي فشل مؤقت في عدلة القلب نتيجة للضغط النفسي أو العصبي اللي بتعرضوا لي كمان المرأة بتبقى أكثر عرضة لأمراض القلب لما بتاخد العلاج بتاع السرطان السادي لأنه ده نسبته زادت جداً سواء كان العلاج الإشعاعي أو الكيماوي وده بيزود من نسبة إصابة المرأة بأمراض بالأزمات القلبية وفي عوامل تانية كثير جداً ممكن بتنفرد بها المرأة زي التهاب المفاصل الروماتويدي والزئبة كل ده بيخلي المرأة أكثر عرضة للأزمات القلبية منها من الرجال دكتور إي نصائح اللي حضرتك تقدر يتقدميها عشان نقلل الإصابة بالمرض القلب عند السيدات؟ يعني هو عشان نقلل من خطورة الأزمات القلبية عند السيدات المفروض إن إحنا نتبع نظام صحي أو نظام غذائي صحي ونغير من نعمة الحياة بتاعها عند السيدات يعني يبقى لال التدخين نوقف التدخين وخصوصاً إن دلوقتي دوم يعني عربية البنات بيدخنوا والسيدات وشايفين إن دي حاجة من المدرن يعني اللي بتخليهم مدرن فكلهم فدي بتزود بتزيد تدخين إن إحنا نبقى يبقى عندنا نشاط يعني رياضي ومنتظم نتبع على طول يعني المرأة تمشي على الأقل مية وخمسين دقيقة في الأسبوع يعني تلاتين بتبقى تلاتين دقيقة كل يوم خمس مرات في الأسبوع وطبعاً زي ما قلنا بالضغط الأقل السحي أو تتتمع على الأطقاب بقدر الإمكان يعني رفقاً بقلب المرأة مرسي جداً يا دكتور سعادة جداً بوجود حلقتك معنا السنية مرسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة